غز المحلة الموسم الماضي عانى عانى كثيرا جدا صحيح كابتل مصطفى عبدو حاول في الفترات الأخيرة ويقدر ينكز الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية لكن غز المحلة كان يعاني لللحظات الأخيرة وكاده يهبط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية الآن عصر جديد لغز المحلة تدعمات إلى حد كبير جيدة ولسه في تدعمات أخرى في غز المحلة ومدرب كان له تجربة في الدوري المصري الممتاز المدرب اليوناني بابا فاسيليو الموديل الفني لغز المحلة مدرب كان له ممكن نقول بصمة فنية مع نادي ودي دجلة بصمة يعني مش هقول إنجازة لكن بصمة له أسلوب في اللعبة له طريقة لعبة معينة وغز المحلة قرر يعتمد عليه في الموسم الجديد بابا فاسيليو معايا الآن عبر سكايب نكلمه ونبركله على فريق غز المحلة وتدريب غز المحلة فاندي بصباح الخير مشارفنا ومنوارنا في برنامج الرقم 10 التلفزيون المصري شكرا جزيلا تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز مع نادي غز المحلة أعود مرة أخرى لك بعد التجربة قصيرة مع وادي دجلة شايف التجربة هتكون إزاي حسنا بالطبع أنا في وادي كنت في وادي دجلة واستقررت هناك أكثر من عام وكانت هذه التجربة الأولى في مصر وكانت تجربة عظيمة لأن أنا عشت لحظات جميلة والمهمة التي قمت بها وهي كانت إنقاذ الفريق تمت بشكل كبير وفي هذا الوقت بعد هذا الوقت تركت مصر وكنت أتابع الدوري وتطوراته وأنا سعيد جدا لأن أعود مرة أخرى لأحد أفضل الدوريات القوية مع فرق عظيمة ورائعة وأنا أتطلع لهذه الخبرة الجميلة مع وادي دجلة ممكن الأمور تختلف عن غزل المحلة مع وادي دجلة أنت كنت بتلعب يمكن بعيد عن ضغوطات كبيرة ضغوطات جماهرية أقصد بالمعنى الصحيح والضقيق وادي دجلة نادي بلا جماهير عريضة ولكن غزل المحلة جماهير عريضة وتطالب دائما بانتصرات ونتائج جيدة ومكانة جيدة في الدوري الممتاز تعلم هذه الضغوط وأكيد هتعرف تتعامل معها عبر كل حياتي المهنية كنت أعمل تحت ضغط والعمل تحت ضغط قد يأتي بأفضل نتائج كلاعاب كنت ألعب في فرق كبيرة وفي فريق كوبروس وهو من أكبر الفرق في البلاد لدينا وفي إنسنوفر بلازا وأيضا كنت بالتدريب وهي لفرق عظيمة جدا ولها الألاف من المشجعين وكذلك سلوفان براديسلافا وهو التابع لسلوفاكيا وأبولون وهو أحد أكبر الأندية في كوبروس وكذلك هناك واحدة من أكبر الفرق في اليونان لعبت في كل مراحل حياتي تحت ضغط ومع توقعات كبيرة وبالطبع أنا أعلم كثيرا عن فريق غزل المحلة وأعلم الضغوط التي يمارسها مشجعي وبالرغم من كل هذا فإن هذا يعتبر نسبة لي شيء رائع لأن هذا يمكن أن يساعد اللعبين كثيرا غزل المحلة كان يعاني الموسم الماضي وكان على وشك الهبوط لدوري الدرجة السنية بالتأكيد غزل المحلة في حاجة إلى تدعيمات كثيرة من اللعبين المميزين هل بدأت اختيار بعض اللعبين لتدعيم صفوف غزل المحلة هل اللعبين اللي انضموا غزل المحلة كانت تبكى لاختيارك أم اختيار إدارة النادي أولا كل المعايير وكل اللعبين الذين سأتوا لفريق المحلة جاءوا بعد أن قمت بدرست كل لعب ومنحت الضوء الأخضر لللجنة لكي توقعوا عقودا لهؤلاء اللعبين الذين أردتهم لهذا لدينا تعاون كبير مع النادي ومع الإدارة وبالطبع فريق العمل سوف نبدل قسارة جهدنا لتكوية الفريق ولتحقيق الجودة المناسبة وأيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار ميزانية النادي إذن كل هذه الأشياء يجب أن نأخذها في اعتبارنا ويجب أن نستفيد منها أي اللعبين من ودي ديجلا اللي اشتغلت معاهم طلب تضموا لغزل المحل أكيد في لعبين اشتغلت معاهم مع ودي ديجلا تحب تشوفهم أو تحب تضربهم مرة أخرى في غزل المحل فريق ودي ديجلا الذي ضربته من قبل يجب أن تفهموا أنه مختلف تماما لأن أغلب اللاعبين المهمين مثل محمد ريدا واملاي وخالد ريدا كل هؤلاء اللاعبون كل هؤلاء اللاعبون الآن هم في نأنتية جيدة جدا لذا وكما تعلم فإن ودي ديجلا الآن ولكن هناك المزيد أيضا من اللاعبين الرائعون وإذا ما أراد ودي ديجلا أن يمنعه هؤلاء اللاعبين فإن هناك واحد أو اثنان من اللاعبين الذين أهتموا بهم صحيح بوفا سيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وأتمنى لك التوفيق مع غزل المحلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا